اهلا بكم من جديد الى موجز لاهم الانباء قال الفريق القانوني لزعيم المعارضة الكينية رايلا او دينجا انه قدم طعنا امام المحكمة العليا اليوم الاثنين في نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت هذا الشهر وكان رئيس مفوضية الانتخابات قد اعلن الاسبوع الماضي فوز نائب الرئيس ويليام روتو بالانتخابات بهامش ضئيل لكن اربعة من سبعة اعضاء بمفوضية الانتخابات اعترضوا قائلين ان فرض النتائج لم يكن شفافا وبعد تقديم الطعن امام الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة سيكون امام الهيئة اربعة عشر يوما لاصدار القرار واذا امرت بالغاء النتائج سيتعين تنظيم انتخابات جديدة في غضون ستين يوما عين رئيس المجلس الانتقالي في مالي اسيمي جويتا وزير الادارة الاقليمية والمركزية عبدالله ميجا رئيسا للحكومة بالوكالة بدلا من شوغل كوكالا ميجا الذي ادخل المستشفى قبل بضعة ايام جاء ذلك في مرسوم تم بثو على التلفزيون الرسمي وكان عبدالله ميجا البالغ من العمر اربعين عاما قد شغل منصب المتحدث باسم الحكومة بعد توليه حقيبة لا مركزية اعلن نادي الاسير ان المعتقلين الفلسطينيين يستأنفون اليوم الاثنين خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر مارس الماضي احتجاجا على تنصل ادارة مصلحة السجون من اتفاقات سابقة وهي خطوات ستصل الى حد بدء اضراب مفتوح عن الطعام في كل سجون واضح النادي في بيان ان خطوات المعتقلين تتمثل بالامتناع عن الخروج الى الفحص الامني كخطوة عسيان على قوانين ادارة السجن وسيكون تنفيذ هذه الخطوة يومي الاثنين والاربعاء المقبلين وستنتهي خطواتهم الاولية هذه في حد نقصه اسبوعين باضراب عن الطعام انهارت اجزاء جديدة من صوامع القمح في مرفأ بيروت في ساعة متأخرة من ليل الاحد بعد حريق استمر لأسابيع وزادت درجة الانحناءات في الجهة الشمالية من الصوامع وهو ما تسبب بسقوط اجزاء منها وبدأ الحريق قبل اسابيع ليتسبب في سقوط تدريجي لصوامع الشمالية فيما انهارت اجزاء اضافية من الصوامع القمح في الرابع من الشهر الجاري بالتزامني مع الذكرى الثانية لانفجاره كشفت وزارة الخارجية الايرانية اليوم اخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية وقال المتحدث باسمها ناصر كنعاني متحدثا عن التسريبات المنتشرة حول المفاوضات وتفاصيل عودة تهران الى قيود الاتفاق انه لا يجب الدخول في التفاصيل او استباق الامور قبل ان تصبح نهائية مشيرا على ان بلاده قدمت ردها على المقترحات الاوروبية بنظرة مسؤولة وايجابية ولم تستلم حتى الان ردا من الجانب الامريكي مضيفا انه عندما يعلن الوسيط الاوروبي استلام الرد يمكن الحادث عنه على حد تعبيره اعلنت السلطات العراقية بدء العمل من اجل انهاء ملف مخيم الهول الواقع على الحدود العراقية السورية من خلال تفكيكه واعادة العراقيين المتواجدين فيه الذين نزحوا في اعقاب سيطرة ما يسمى الدولة الاسلامية على عدد من المحافظات العراقية في الفين واربعة عشر واشدد مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعراجي باجتماعا للجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية بشأن ملف المخيم على ضرورة العمل على انهاء التهديد الذي يسببه المخيم داعينا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف ختام الموجز للمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة اسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الاكتروني لقناة الجزائر الدولية الى اللقاء اشتركوا في القناة